مساء النروي الهنة على أحلى جمهرنا ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب واستبشروا استبشروا فيه بالخيرات فهو فتحة كل خير وفيه تنزل الرحمات وتفيد النفحات وتهتل البركات شدوا العزائم وأيقظوا الهمم وأقبلوا على العمل افرحوا برمضان وهنقوا بعد واصنعوا البهجة اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة وفرحا بقدومه وتقديرا لفضله اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقومه إيمانا واحتسابا كل عاما وأنتم بخير رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين يا حبيب قلبي وعايز أقول لكم إنكم أحشتوني جدا 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 من قصتنا اللي فاتت وجايلكم النهاردة بقصة جمدة جدا تعالوا بينا ناخد عشر حسنات ونصلى على سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام وما تنسوش تدعمني باللايك وقومنت الحلم ويلا بسرعة بسرعة ندخل ونشوف أحدث قصتنا بتتكلم عن إيه انت مدلع ابنك قوي أحج محمود مش كل اللي يطلبه تجبهوله وفيها إياني لما دلعوا دلوا دي الحيلة على البنتين واللي شايل اسمي مبناتك هم كمان شايل اسمك لا ولادك شايل أسامي أجوازهم لكن ابني ولاده شايل اسمي طيب براحتك أما أم جاهز الغداء علشان كلهم معزومين عندنا النهاردة ووقت الغداء مونة قالت الأكل حلو قوي يا ماما تسلم إيدي تسلم إيديك يا حماتي تعيش وتعمل لنا الأكل الحلو كله يا ماما ربنا يخلك لنا يا حجة كريمة الأكل نقصوا حاجة مش عارف إيه هي انت كده على طول يا عمر مينفعش تقول كلمة حلوة أبدا عمر يقول اللي هو عايزه يا حجة على فكرة يا بابا ما أحدش غيرك مبوز عمر رشمرت عمر قالت كده وخلصوا الغداء وقعدوا مع بعض يهزروا ويتحقوا وآخر اليوم كل واحد روح على بيته وفي منزل عمر ورشا رشا قالت تفتكر يا عمر الحاجة الكتير اللي عندي والدك دي مين هياخدها كلها أنا وإخوتي طبعا بعد عمر طويل طبعا لبابا تبوغ وزخوتك البنات ياخدش أو تعببك عندك حق والله أنا هتكلم مع بابا في الموضوع ده أيوة يا عمر أيوة لازم تتكلم معك انت عندك أولاد وهم أولى بأي قرش هم أيسل وأسرفين وحشوني نيمين دخل قدتهم بس هم وحضنهم وقفلوا نور ودخل قدتو نام وتاني يوم عمر نزل راح لولده وقال له يا حاج انت لازم تعمل وصية ان اخوتي البنات ما يورسوش ليك ده يا عمر يا ابني يعني يا بابا بعد عمر طويل ليك يا بابا يجي أجوازهم ويحط إيدهم على أملك نوش آنة وتعبك يروح لحد غريب يا ابني ده شرع ربنا انت عايز نتحشر في جهنم واخوتك البنات غلابة وأجوازهم على قد حلهم وهي حاجة تبقى تفرج عليهم يا بابا يا بابا دول متجاوزين إخوتي علشان طمعنين فيه بص يا عمر يا ابني انت عارف معزتك عند إزاي وانت ابني الوحيد ما تزعلش مني يا عمر ابوك لا يمكن يعمل حاجة حرام وفي بيت مونة ومحمد أخت عمر مونة قالت لقيت حد تستلف منه يا محمد للأسف يا مونة والله ما يلاقي حد خالص طب لازم أصرفها الزفتات المدرسة تدفع أنا بدور على شغل إضافي بعض الدهر طيب أنا هروح أستلف من بابا أو أتعمل كده أنا مش عايز والدك هي فكر أني باصص لحاجة عنده إن شاء الله بكرة تتعدل يا حبيبتي طب أستلف من عبر أختي خلص بقى أنا هتصرف ما تحرجي ناش مع حد وتاني يوم مونة قالت اتصرفت يا محمد للأسف مش عارف خلص خلاص ما تشلش هم إن شاء الله هتفرق أنا داخل أنا ميامونة ده خلنام وهي اتصلت على أختها عبير تطلب منها فلوس سلف عبير قالت لها من عناي اللي اتنيني حبيبتي ما تقلق إش يا عبير إن شاء الله هرجعهم لك آخر الشهر بس يا عبيطة هو إحنا في بينك كلام ده إحنا أخوتي هبلة شقرتها وقفلت معها وقالت الحمد لله اتحلت من عندك يا رب وعنده رشا وامر في البيت رشا قالت اتكلمت مع والدك في اللي كنت قلت لك هالي آه وقال لينا مش هظم أخوتك وده حقهم أبوك ده غريب قوي ده أنت ابنه الوحيد والأولى بكل حكته خلص بقى يا رشا اقفل على الموضع ده وفي البيت عندي كريمة ومحمود محمود قال إلا يا الوحشوني قوي يا كريمة أتكلمهم ييجوا مونة وعبير جيين لكن عمر بيقول إنه مش فاضي كده يا عمر البكئسة على أبوك وفسره بيقول ملك يا حق سرحان في إيه مفيش أنا داخل أنا ميحق لما البنتيجو صحيني وبعد ساعة اتجمعوا كلهم على الصفر يتغدوا إلا عمر ما جاش فضلوا يضحقوا ويه هزروا عابير قالت أنا ما بتحكش من قلبي غير معك يا بابا والله ربنا يبارك فيك يا بنتي ويرزقك بالذرية الصلحة أيوا يا بابا أيوا دعيلي هتهب لعلى طفلي يا بابا كل شيء بقوا ونوا يا بنتي بكرة تخلي فيها عابير لما تزهقي أهو أنت شايفة عزة عمل فيها إيه أنا عملت إيه يا ماما تانا كميل إيه الحاجة محمود ضحك وقال أنت أجمل عزة في الدنيا يا حبيبي هتلي جد حضن كبير هو احنا هنفضل مقضيينها كلام يلا يا أولاد كله مدئتكم أنا داخل ريح شوية يا بنات عملت إيه يا مونة دفعت مصري في المدرسة بتاعت عزة آه يا حبيبتي ربنا يخلي كلية عزة دا كإنه ابني بالضبط يا مونة عز حبيب خالته هتلي حضنك بلا خالته حضنة وقالت ربي لا تزرني فرضا وأنت خير الوريسين يا رب الله هم أمني يا حبيب يلا يا بنات يلا دوق الحلوة اللي أنا عملها عملها علشان عزة وبس شكرا يا تيتا وأنا بحبك أوي يا عماس أكني معك بقى هندك تبقك هو كل منه كده عز ماشي وعند رشا وعمر رشا قالت أنا نزلة خرجة مع أصحابي يا عمر حاول تمسك إيدك شوية خرجتك معهم دي بتقف علي بخسارة مش كده يعني انت مش هايزنا مبسط انت مش هايزني أنزل واخرج وامبسط مع أصحابي ما تقولش كده بس بالعقل شوية قامت لبست ولدهم أخدت ولدها ونزلت ركبة عربيتها وراحت لصحبتها وعند عبير وإحمد أحمد قال زعلنا لي حبيبتي نفسي خلف لك عيل يشيل اسمك أنا أهم حاجة عندي انت مش هايزة شوفك زالنا احتياجي للأمومة بيزيد قوي يا أحمد احنا عملنا كل اللي علينا والباقي كلها على ربنا ونما بالله عدت الأيام والأسبوع والشهور والحاج محمود بيزيد تعب وطلب من كريمة إنها تكلم ابن عمر علشان يجي يشوفه كريمة قالت أيوة يا عمر والدك تعبين وعايز يشوفك مش فضي دلوقتي يا ماما عندي شغل والدك تعبين وعايزك في حاجة مهمة تعال له بسرعة ماشي يا ماما مسافة السكة وجاي وبعد رباية ساعة عمر مع أبو في القوضة الحاج محمود قال اقفل الباب وتعال عايزك في كلام مهم خير يا بابا افتح الدولب ده وافتح الخزنة رقمها 24 58 وهات الأوراق اللي فيها عمر بلهفة وفرحة وهو بيفتحها وبيقول لنفسه بابا شكل يا مل اللي أنا عايز فتحها وجاء بالأوراق اللي والده طلبها منه الحاج محمود قال تعال اه جنبي عمر العقد دي كلها فيها حكتي وأملاكي كلها أنا حاسس يا بني إن عمري خلاص قربي ينتهي بعد الشر عنك يا بابا اسمعني بس يا عمر لما خلص كلامي العقد دي يا بني تخليها معاك وتقسم كل حاجة بينك وبين إخوتك بما يرضي الله يا بني أنا أمنتك أمانة وهتسأل عليها يوم الدين طبعا يا بابا من غير ما تأمنني دول إخوتي البنات اتطمن عليهم يا بابا أنا عارف يا بني عارف إنك قدها وقدوي خلي بالك من أمك وإخوتك ما تقولش كده يا بابا إن شاء الله يومين وهترجع حسن من الأول يا حاج محمود ونجوزك وتسيبك من كريمة بقى اللي راحت عليها الله يحزك يا بني أمك كريمة دي ستة كل تخلي بالك منها ماشي يا حاج محمود أنا هقومها مشي بقى يا حاج وهجي لك تاني خد العقود ونزل عمر تصل على مراته وحكي لها كل اللي حصل وقال لها أنا عملت حاجة كمان من غير ما بابا ياخد باله أنا سرقت الختمة بتاعه برافا عليك يا عمر انت بقى تنقل كل حاجة باسمك وانا هكلم على أخويا انت عارف إنه محمد شاطر قوي وهو اللي يخلص لك كل ده ومش هنلاقي حد أمين على السر ده اللي هو ماشي هجي لك ناخد كل رحله وفي المكتب هندع للمحامي عمر حكى لعلي اللي هو ناوي يعمله مع أخواته البنات رشا قالت الله يخلك يعني ساعدنا أنا هعمل كده بس علشان خطرك يا رشا رشا قربت من أخوها وقالت بسطوتي ما تقلق هتطلع لك نسبة حلوة من الموضوع ده وبدأوا كتابة العقود الجديدة بإن الحاجة محمود باع كل حاجة لعمر علي قال جدايا عمر من غير الختمة ده ما كناش هنعرف نعمل حاجة أشكرك يا علي ممكن أعرف طلبتك إيه نصف مليون جنيه إيه علي المبلغ ده كله مش قوي كده الحاجة اللي معكو دي ما عندي العشرة مليون بس نصف مليون كتير قوي لو كنت روحت لمحامي غيري ما كانش هياخد منك أقل من اثنين مليون ماشي يا علي هجمع لك الفلوس وابعت هلأ تمام نورتوني يا أخيرا يا حبيبي كل حاجة بقت بتعتك لوحدك علشان كده بقى هخرجي الخروج النهاردة ما حصلت ربنا يخلينا البعض يا روحي تليفون عمر رن الحق أبوك مات بتقولي يا عبير أبوك مات يا عمر حالتهم كلهم كانت صعبة إلا عمر وامرة ورشا عاديين جدا وبعد شهر كريمة جمعتهم كلهم وقالت لهم أنا جبت كنته الثلاثة النهاردة علشان أفتح الخزنة بتاعت أبوكو واللي فيها يتقسمع لكو بشارع الله قامت جابت الخزنة وفتحتها الحاج محمود كان معرفها الرقم السر بتاعتها أول ما فتحتها لقاتها فضية صرخت وقالت فين الحاجة اللي كانت هنا إيه دي بس يا ماما أنا هفهمك على كل حاجة فيه يا عمر قول بس يا ماما بابا خدنا عنده الأوضاء قبل ما يمطل يرحمه ولقيته كاتب كل حاجة باسمي باسمي أنا الوحدي وقال لي إن ما عندش بنات تورث لا 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 يمكن أبوكي يعمل كده يا عمر أبوك عمر ما يعمل حاجة حرام وبيخاف شرع ربنا أبدا مش ممكن يعمل كده ما أقوله ما أقول بابا يعمل فينا كده أنا وعبير يعني أنا مثلا حرامي وهسرأكم أنا قلت لكوها الحقيقة كلها أنا أعرف بابا كويس أوي عمر ما يعمل كده أنا هجيب لكو صور العود تقدروا تاخدوها وتروحوا بيها لأي محامي وانتوا تتأكدوا من كلامي حتى لو ابوكي أعمل كده أنت المفروض تسلح الغلطة جي وتدي لإخوتك البنات حقهم بابا مأمنني هو موصيني محدش من إخوتي البنات ياخد حاجة أنا مش هخالفه صيد بابا يا ماما أنا أين ماشي سابهم ومشا مناقلت ما أقول يا ماما ما أقول بابا ممكن يعمل فينا كده لا أنا متأكدة أن أبوكم ما يعملهاش استنوا بقى لما يجيب العود اللي بيقول عليها دي ونتأكد من صحتها أبوكو عمرو ما خب عني حاجة وكان بياخد رأيه في كل كبيرة وصغيرة وفي البيت عنده عمر ورشا عمر حكى لها اللي حصل وقال لها أنا خايف قوي الحياة تتعرف ويكتشفوا اللي أنا عملته ما تقلق اتطمني يا حبيبي العقد بتاعتك كلها سليمة أخي يمطمني وقال لي كده أنا هسور العقد ودها لهم يروحوا يسألوا عنده محامي وبعد أسبوع منا وعبير وعمر وكريمة عند المحامي عمر طلع العقد اللي معاه ودها للمحامي يشوفها المحامي قال العقد كلها سليمة ومختومة بختمة الحق محمود سمعت بودنكو الحياة هي يلا يا بنات يلا نقوم نمشي مامته قامت وبسط لعمر وقالت لو الحاجة دي ما تقسمتش بشرعي ربنا بينكو بن إخوتك لنت ابني ولا عرفك ولا عيزة عرفك تاني دي وصيد بابا يا ماما وانا وعدته هنفزها وفي البيت عندي كريمة بنا قالت لي كده يا بابا لي كده يتظلمني وانت عرف زروفي عاملة ازاي او عتغلطي فابوكي ابوكي ما يعملش كده ابنا ازاي يعني يا ماما وعمر مع العقد كلها سليمة ومختومة ربنا يسمحك يا عمر يا ابني ويهديك وعنده عمر ورشا رشا قالت الحمد لله يا حبيبي كل حاجة باقت بتاعتنا رسمي نتصرف بيها براحتنا بقى انا فعلا ظلمت اخوتي يا رشا ظلمتهم في ايه انت عيش سعبك وشقاك انت وولدك يروح لحد ده بريبي ويغدو عندك حق فعلا وعنده منا حكت لمحمد اللي حصل والدك حر في ماله ازاي يعني حر انت بتقول ايه بابا امره ما يعمل كده ما تزعلش نفسك يا حبيبي لا زعلنا عارف الفلوزي كانت هتفرق علينا ازاي الله يرحمك يا بابا بقى ويغفر لك وعنده عبير واحمد ايه دي بقى يا عبير من ساعت يا حبيبتي ما جتي من برا وانت عصبية اوي ازاي بابا ازاي يعمل فينا كده انا ومنا ما تزلمي شابوكي الله يرحمه ما كانش بيطلع منه لعبة معقول معقول هايعمل حاجة زي كده لا قد كلها سليمة لما عمر وفي البيت عندي كريمة كريمة جابت صورة الحاج محمود وبتتكلم معه وبتقول له انا عارفة انا عارف يا حاج انك ما عملتش حاجة بس شفت دلعك فيه حامل في ايه لما قلت لك بطل تدلع فيه حاج او سرق حق اخوة البنات وابلو على نفسه خايفة خايفة عني من غضبها علي حاج برغم كل اللي عمله ده قلبي مش عارف يقسى عليه بس مش مسمحان حطت ايدها على قلبها ودقت قلبها سريعة بدأت تتنفس ببط مسكت تليفونها اتسلت على عبير وقالت لها الحقين يا عبير التليفون وقع من ايدها عبير قالت ماما ماما رد علي عبير راحت بسرعة لولدتها تخبط عليها مش بتفتح ندهت على البواب تلع قصر الباب دخلت لقات امها واع على الارض وجنبها صور الجوزها الحاج محمود عبير قالت ماما لقيا ماما امي وماتت الحاجة كريمة وبعض شه منقلت البت وحش او يا بير وحش او من غير بابا وماما ست دايما شفتش وامر اخوكي من يوم ماما تيت ماما والله يرحمها ربنا يسمحه ويهديك وعدت الايام والشهر والسنين وبعد عشر سنين في الجامعة عزيال ازايك يا بنت خالي الحمد لله يا عز مبروك على العربية الجديدة وعزيال في سر كل شهر بتغير العربية بفلوسنا يا بنت الله الله يبارك فيك ها قبل ما تجيب احسن منها شكرا ازايان واحنا بتكمل يومنا عاشر العاف انا عندي محضرة دلوقتي وفي الفلا عنده عمر ورشا اسر قال انا عايز فلوس يا ماما انت بتاخد مني فلوس كتير قوي يا اسر بتودي كل دفين وبخرج مع اصحابي يا ماما ابو خد باله من مصرفك الكتير دي قوي يا اسر ماشي يا ماما هاتي لي يلا خلينا انزل اسر خد من والدته فلوس واتصل على اصحابه وقال لهم حضروا الليلة حضرناها يا باشا وعندي اسر وصحابه زين صاحب اسر انت شربت كتير اول نهاردة يا اسر كيف هي كده النهاردة ام بقى روح ادم صاحبهم غمز لزين يسيبه وقال له بسوط وطي سيبه يصرف علينا دلقاعدة مبتحلش غير بك يا اسر اسر مش فيق خالص لانه شرب كتير انا هقوم امشي بقى هتعرف تسوي يا اسر وانت كده اه يا ابني هو نمال يعني اسر وصل للبيت لا ابو عايد مستني عمر قال اهلا يا اسر اسر بابا اه بابا كنت فين لحد دلوقتي كنت مع اصحابي بن زاكر يا بابا انت مصطول يا اسر عمر خد اسر وراح على الحمام غسل له وشه عشان يفوقه وقال له امي يا بنا ادم ام خلاص بقى يا بابا انت بتعمل في نفسك كده ليه انت عايز تضيع نفسك وما قد تشتيجي الشركة لنا تاني انا عملت كل ده وكبرته وتعبت فيه علشانك انت وفي الاخر تطلع بالشكل ده ده انت عايز مستهتر وصايع انا عايز اطلع نمي يا بابا غور من وشي اسر سابه وطلع قطه عمر قاعد مع نفسه زعلنا على ابنه واللي وصله قطع تفكيره رشم دخلته قالت انت قاعد هنا لي كده ايه اللي مساحك لحد دلوقتي ابنك يهنم ابنك اللي كل يوم يرجع لاخره للمصطول والله يا عمر انا تعبت معا قوي انا قلقنا علي قوي رب نعيه ديه ابنك لازم يروح مصحة يا تالي انت عايز تفدحنا في العيلة فضحي تقوي بتاعيه انا اهم حاجة عندي مصلحة ابني انا ابني بيضع مني يا ستة هنب والسبب انتي ويه مالك فيه برضو انا يا عمر اي حاجة وحشة في البيت يبقى ان السبب فيها انا بسمع ان عايز ابن اختي بيطلع من الاوائل ايسل بيتقول لي ان عايز بيطلع من الاوائل انا عايز عرف ليه ابني ما طلعش زيه انا ما قصرتش معه في اي حاجة ونزم بيه يعني انت برضو اللي دلعته زياد عن اللزوم وكل طلباته مجيبة انا انا داخل انام عندي حاجة كتير قوي في الشركة لازم تتعمل منشيل كل حاجة الوحني ماشي براحتك تسبح على خير وفي البيت عنده منا ومحمد منا قالت اهدى لك الغداء يا قلبي او يا ماما انا جاعن قوي منا عملت لعز الغداء وعز قال هو كل يوم اكل من ده يا ماما اللي عز بتقول كده دينامت ربنا يا ابني انت عرف ظروف ابو على قد حاله وبيعمل اللي بيقدر عليه عز قام بس راس والدته وقال لها انا اسف يا ماما هو انت لي يا ماما سيبت حقك لخلو عمر انا ما سبتش حاجة يا ابني خلك هو اللي سرقني انا واختي عمري في حياة يا عز ما هسمحه لو كنت خدت حقي منه كان زمان حياتي تغيرت كتير لكن هو طمع خد كل حاجة لوحده عارف يا ماما عارف ايسل بنته كل شهر بتغير عربيتها والله يا ابني ربك هو اللي خلص الحق ونام بالله يا امي وعند عبير واحمد عبير قالت انا هروح النهر دا يا احمد قاط شوية مع اكتي مونة واخد لها معي حاجة وانا رايحة انت عارف ظروفها عملة زي والوضع ايزة كمان هو حشني قوي مشي حبيبتي خلي بلك من نفسك نزلت راحت لاختها وعدت تهزر هي وعز وعزة حكالها عن ايسل وقالت له فلوسي انا واما منه لله خلق عمر دا والتاني يوم في الجامعة عزة قال لنفسه انا لازم ارجع حق امي وخالتي راح يتكلم مع ايسل وقرر انه هيمثل عليها انه بيحبها لحد ما تحبه وتتعلق بي عزة قال ازايك يا ايسل الحمد لله مش محتاجة اي حاجة اشرحها لك شكرا جدا يا عايز فدل يبص في عنيها وهي خادت بالها بتحاول تتجاهله وهو مصمم يبين لها نظراته ممكن اسألك سؤال اتفضل هو انت في حد في حياتك اللي بتسأل ممكن تجاوبيني لا ما فيش ما لك يا عايز اصلا عنيك حلوة قوي شكرا مش عارف لباباكي بعد عندنا ومقطعنا كنت سألت بابا وما ردش علي انا عايزة روح اشوف خاله وحشني من زمن قوي ما شفتوش ماشي تعالا نروح للشركة خدت وركبت عربيتها وراح والشركة لعمر عايزة قالت تعرف مين دا يا بابا طبعا عايزة ابن اختي مونة افتكرتك مش هتعرفني لانك ما شفتنش من زمن قوي كنت لمحتك كده كم مرة مع عمك اعمل ايه بقى في امك وخالتك هم اللي عايزين يقطعوني طول عمرهم بيغيروا مني وبيحقدوا علي علشان ناجحوا وبنيت نفسي بنفسي نفسك بنفسك دول بفلسهم وحقهم اللي انت سرقت بتفكر في ايه يا عايزة ابدا يخاله مبسوط اني شفتك انا همشي بقى استنى تشرب حاجة لا شكرا مرة تانية بقى مش يا بابا انا كمان همشي مش محتاجة حاجة يا عايزة شكرا يا بابا وتعدي الايام وعايز بيمثل على عايزة الحب وهي حبيته جدا وتعلقت بيكل يوم خروجت وفسح مع بعض وتولي للمكالمات في التليفون عايزة قال انا عايزة يخطب ونتجول احلى خبر سمعت في حياة بس ابوك هي وافق بيا وهيرفدك ليه انت شايف احنا فين وانتو فين تعال انت بس وتقدم وهت والدتك وعلى فكرة بابا طيب جدا ماشي فتحي في الموضوع وانا كمان هفتح امي وعايزة في البيت عايزة اقولك حاجة مهمة او يا ماما اتفضلي يا حبيبي انا عايزة اخطب بجذ من لي ايسي بنت خالي نعم بتقول ايه يا عايزة انت عايزة اروحة احطي ايدي في ايد خالك وهو اصلا هيرضى ابن سامنها عايز او يا ماما هيرضى متأملش في امك كده يا عايز انا مش عايزة اشوف خالك ده تاني انا خلاص اعتبرت انه مات علشان خطر يا ماما انا وايسيل بنحب بعن يا ابني يا ابني فكر تاني ده اخر كلام عندي يا ماما لو ما جاتش معي انت وبابا هروح لوحدي انا بحب ايسيل ومش هعرف عايش من غيرها وعند ايسيل في البيت ايسيل قالت ممكن اتكلم معك في موضوع مهم يا بابا اتفضلي قولي عايزة ايه علشان انا مستعقل جدا وعايزة انزل اروح الشركة بحد كده كان عايزة يتقدملي بنتي كبيرته بقيت عروسة ده مين سعيد الحظ ده اللي هيجوز الامر دي انت عارفه يا بابا مين ده اعز اعز من عمتي مونة انت هتستهبلي يا عايزل انت جايبة لشحات وعايزة تجوزي ما تقولش كده يا بابا ما تقولش كده عليه انا بحبه وهو كمان بيحبني لو سمحت يا بابا وفق عليه والله يا بابا عايزة شخص محترم جدا ومقتهد تبين افكر يا عايزل بس توعديني اللي هنتفق عليه هو اللي هيتنفس بس ما تقولش بايد عنه وبعد شهر من تصميمه زنة عايزل على ولدها وتصميم زينة على ولدته اخيرا مونة وعمر وفقه وعايزة رحل عمر وحدد معه علشان ياخد ولدته وولده يروح لهم للبيت مونة اول ما دخلت الفلا وشافت العز اللي اخوها عايش فيه قالت في سرها منك لله يا عمر عمر مهتم حمد عمر سلم عليها وسلم على محمد وقال لهم لكو وحشة رشا جات سلمت عليهم الفلا بتاعكو حلوة يا عمر شكرا يا حبيبتي يشرفنا اطلب ايد بنتكم العز ابني وانا مش هلاقي احسن من عز ابن اختي والتفاوة على الجواز يكون اول الشهر الجاي وعمر قال العز انا عندي شقة ده ديتي لكو يا عرسان تتجوزوا فيها ويوم الفرح عابر قالت ايه اللي عز ده كله اللي اخوكي ومرته العقربة بقوا فيه بفلوسنا بفلوسنا وحقنا يا حبيبتي اهلا وسهلا منورين شكرا لك يا رشا وانتهى الفرح والعريس والعروسة روحوا بيتهم عايز القالت ممكن تساعدني فكس ست الفستان عايز شدها من شعرها ودلها بالقلم على وشها وقال لها انت فكرة نفسك عروسة بجد انا بكره وبكرها ابوكي انت ايه اللي انت بتقوله ده وبتعمل معيك ده ليه طب لك جوزتني علشان نرجح اقومي الا ابوكي سرقه انا انا بابا مش حرامي لا حرامي ولو قلت له على اللي انا هعمله معك هقتلك وهقتله انا انا ذنب ايه ذنبك ذنبك انك بنته تاني يوم عايز الحضرت الاكل وقالت له تعال افتر معي مش عايز اكل مش عايز حاجة مني وفضل يعملها او حشم عاملة وكانت بتقول لولدتها انها قويسة وكتمت الحزن ده كله في قلبها لوحدها وكرهت عز علشان اعمل فيها كده وكرهت ابوها لانه السبب في اللي حصل لها في يوم فرحها دقت قلبها زاديت قوي وقعتها على الارض اقوم عليها عايز دخل البيت لها مرمية على الارض جاب لها الدكتور وقال له لازم تروح المستشفى فورا دخل في قلطها للقلب راحت المستشفى والدكتور قال لهم محتاج عملية تركيب دعمته وقصرة في القلب هو في حد زعلها افدا يا دكتور ده لسه عروسه ومجاوزه من كم شهر اومر بعد ما قال كده عزف نفسه وبدأ ضميره ويقنبه وقال لنفسه انا عملت فيها كده لي ده حبيت حبيتني من قلبها هي اي زنبها الدكتور خرج وقال لهم هي عملت العملية وفقت بس بعده عنها اي توتر انا عايز ادخل لها عايز دخل لها وعايت وقال لها سمحيني انا اسف على اللي عملت فيك كنت فاكر اني بكده بقض حقيق امي من ابوك عمر وراء وسمع وقال لنفسه انا ابنت السبب في اللي انت وصلت له خرج وسبهم رشد تصلت عليه وقالت له الحقي يا عمر ابنك اسر مات خد جراءة مخضر الزيادة ومات عمر وقع ودخلوا غرفة في المستشفى وفوقوا اول ما فاء قال هتلقوا اختي مونا وعبير جابوا له اخوته وقال لهم انا اللي هصل في حياتي ده زنبكوا انتو انا ظلمتكوا زمان واكلت حقكم وربنا عقبني في اولادي المحمد تاي هيرجع لكل واحدة فيكم حقها وبالزيادة اللي وصلت لها وتعد الشهور وكل واحدة اخدت حقها واعز اعتذر لعيسل واعيسل سمحته وخلفوا ولد زي الامر وسموا اسر وعاشوا كلهم فهنا وسعادة بعد رجوع الحق لاصحابه هعيز اقول لكم ان عمر المال الحرم ما بيدوم بل بيزيد علشان يبقى نقم على صاحبه وبكده تكون خلاصت قصتنا واستنوني في قصص تانية كتير دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته